موسيقى أول القائدة الأولى كاندي زائد يعني عندما نزيد لاحقة الملكية للإسم كاندي ماذا سنتعلم الضمير العائد يبين أن الفعل يعود على فاعله هذه القائدة كما تعلمنا في قائدة لاحقات الملكية كيف كان نذكر مثلا ماذا سنفعل سمضيف نفس اللاحقات فقط سنغير الكلمة بدلا الكلمة سنسختم الكلمة كاندي زائد حرف مَ كَنْدِمْ نَفْسِي كَنْدِ زائد حرف ن كَنْدِنْ نَفْسُكْ كَنْدِ كَنْدِ كَنْدِسِ نَفْسُهُ كَنْدِمِزْ كَنْدِمِزْ كَنْدِمْ 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 الْمَاذْكَوِيهِ كَنْدِمْ 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 بِنَفْسِكِ وَنَاكِ تَكِيدْ بِطْدَمِيرُ Arkadaşların sana yardım etmesin اصطقاؤ لن يقدم إليك المساعدة ات اكتب بِنَفْسِك Ben bana kazak örüyorum Ben bana kazak örüyorum لان اكول هاكدا مَا مَعْنَا اَنَا اِلَيَّ اُحِيكَ الْكَنْزَ Ben bana kazak örüyorum وَنَاكُولُ Ben kendime kazak örüyorum اَنَا اُحِيكَ كَنْزَ يِنَفْسِي Ben kendime kazak örüyorum Ödevini sen yap Yani اَنْتْ اَكْتُبْ اُدْرُسْ وَاَجِبَكْ اَكْتُبْ وَاَجِبَكْ اَنْتْ لا نقول هاكدا كيف نقول اَدَبْنِكَ كَنْدِنْ يَابْ يعني كُمْ بِوَاجِبَكْ نَفْسِك نَفْسِك تمام اَدَبْنِكَ كَنْدِنْ يَابْ الْآن قَائِدَة جَدِيدَ هَبْ اَرْتِ إِيَّ لِكْ يعني كلمة هَبْ زَائِدْ لَاحِقَاتْ الْمُلْكِيَّ عندما نزيد لكلمة هَبْ لاحقات الملكية المعنى ماذا سيكون هَبْ يعني الْكُلْ تمام وَهَذِهِ الْقَائِدَةْ فَقَتْ يُسْتَخْدِمْ لِضَمَائِرَ الجَمِيع قَمِيرْ بِيْسَ نَحْنُ سِيزْ أَنْتُمْ أُنَّرْ هُمْ لأن الاسم هَبْ كلمة الجَمِعْ الْكُلْ كيف نعمل؟ كيف نضيف اللاحقات؟ سنضيف نفس اللاحقات كما تعلمنا في درس لاحقات الملكية فقط سنغير الاسم هناك الاسم هَبْ يعني الْكُلْ هَبْ إِمِزْ كُلُّنَا هَبْ إِنِزْ هَبْ إِنِزْ هَبْ إِنِزْ كُلُّكُمْ هَبْ سِ كُلُّهُمْ هَبْ سِ هَبْ إِمِزْ كُلُّنَا هَبْ إِنِزْ كُلُّكُمْ هَبْ سِ كُلُّهُمْ مثلا هَبْ إِمِزْ أَعْرَنْجِيزْ ولكن في فرق بين اللغة العربية واللغة التركية لا نقول في العربية نقول ولكن في اللغة التركية نضيف لاحقات كما تعلمنا في درس جملة الإسمية ماذا نفعل نقول نحن طلاب كلنا hepimiz نحن طلاب öğrenciyiz ولا نقول hepimiz öğrenci نقول hepimiz öğrenciyiz hepiniz çok çalışkansınız kullukum شاطرين جدا çalışkansınız ولا نقول hepiniz çok çalışkan نقول كلكم ناشطين جدا çalışkansınız çalışkansınız bu meyvelerin hepsi taze bu meyvelerin hepsi taze yani هاولا الفاوكه كلهم فازجا hepsi taze قائدت جديده بليرتمة اكي هارف ا بليرتمة اكي yani هالت النصب هالت النصب هالت النصب بليرتمة اكي هالت النصب بليرتمة durumundaki isim yükleme sorulacak kimi neyi sorularına yanıt verir genel olmayan belirli bir varlığı ifade eder yani عند استعمال هذه الحروف في نهايت الكلمة yani ان هذه الكلمة معرفة او معروفة للسامع وبينك لنا المفعول به كما في المسال انا اقرأو كتابا كتاب اكيورم او انا اقرأو الكتاب كتاب اكيورم هناك نكرا وهناك معرفة مثلا كتاب اكيورم اقرأو كتابا كتاب مفعول به ولكن ليس محدد هذه القاعدة علاقت بمفعول به محدد كتاب اكيورم اقرأ الكتاب كتاب محدد مفعول به محدد اذا القاعدة علاقت بهذا الاسم كتاب اكيورم بهذا اضفنا لآخر الاسم حرف ا يعني لاحقات ا حسب ماذا نضيف اللاحقات لآخر الاسم طبعا حسب آخر حرف صوتي في الكلمة ان كان آخر حرف صوتي في الكلمة ا مضيف لاحقات ا او ان كان آخر حرف بالكلمة حرف صوتي نضيف حرف حماية ي كيف مثلا تاش حجر حجر تاش آخر حرف صوتي في الكلمة ا اذن نضيف لاحقات ا لآخر الاسم الاسم يكون كلمة يكون تش تش الاسم اخذ الحجر تش الاسم مفعول به محدد بحرف ا ان كان آخر حرف صوتي في الكلمة ا اذا نضيف لاحقات ا مثلا كلم آخر حرف صوتي في الكلمة ا اذا نضيف لاحقات ا كلمة كلمة الاسم الاسم اخذ القلمة القلمة ا اذا نضيف لاحقات ا مثلا ا ال المدرس ا اخر حرف صوتي في الكلمة ا اذا نضيف لاحقات ا ا ا ا ا ال المدرس ا ا ا ا مفعول به محدد إِنْ كَانَ اَخِرْ حَرْفْ سَاطِي فِي الْكَلِيمَ اُّ اِذَنْ مُضَيْفْ لَحِقَتْ اُّ Söz الكلام Söz اَخِرْ حَرْفْ سَاطِي فِي الْكَلِيمَ اُّ اِذَنْ مُضَيْفْ لَحِقَتْ اُّ Sözü okuyorum Sözü okuyorum اقرأ الكلام نفعول به محدد Aşağıdaki durumlarda belirtme eki mutlaka kullanılır يَجِبْ اِسْتِعْمَالِ الْحُرُفِ التَّالِيَ اِيْ اِيْ اُّ اُو مَا الْحَالَتْ فِي الْأَسْفَالِ الْاوَّلِ 1. 1. Cümlenin nesnesi belirli bilinen bir nesne ise فِي حَالَتْ مَعْرِفَ الْمَفْعُولِ بِهِ Mesela Babam araba yıkıyor Babam ebi yıkıyor يَغْسِلْ Araba seyyâraten مفعول به ليس muحدد اذا هذه الجümle او هذه الكلمة لا علاقت بي قايدتنا Babam arabayı yıkıyor مفعول به محدد نعرف اي seyyâra Babam ebi yıkıyor يَغْسِلْ Arabayı السيyyârate هناك حرف ي حرف ي حرف ي حرف حماية كما نقول لأن في الكلمة آخر حرف حرف ساتي إذن قَبُلْ مَا نُضِيف اللّٰحِقَ نَكْتُوب حرف حماية ونَكْرَا Arabayı yıkıyor İkinci cümlenin nesnesi özel bir isim ise في حالة المفعول به اسم خاص قايدت الثانية ايشة ي bekliyor musun? ايشة ي bekliyor musun? ايشة اسم خاص ي لحقات حرف ي حرف حماية ايشة ي bekliyor musun? هل تنتظر ايشة ايشة اسم خاص ايشة ي bekliyor musun? ايشة اسم خاص استنبول لحقات ايشة اسم خاص ايشة اسم خاص ايشة اسم خاص لهاذا اضافنا لآخرهي لاحقات ا ايشة اسم خاص ايشة اسم خاص ايشة اسم خاص حالة مفعول به اذا نضيف لآخرهي لاحقات حالة النصب لاحقات النصب ا ايشة اسم خاص 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 veya tamlama eki almış ise في حالة المفعول به مضافة مضافة إليه او ملكية kitabını bana ver kitabını bana ver kelime kitap kitabın kitabın لحيقات الملكية kitabın kitabın yani kitabuk التني kitabek kelime kitap في الحالة المفعول به إذن سنضيف لآخريه لحيقات لحيقات نصب وسنكول kitabını bana ver kitabın kitabuk لحيقات النصب 5. cümlenin nesnesi bu, şu, o hangi bütün bazı gibi sıfatları almış ise في حالة المفعول به اسم الاشارة او مع الاسئلة السؤال hangi ايو او kelime bütün الكل او الكلime bazı بعض مثلا bu elbiseyi alıyorum ne kadar انا اشتري هذا الفustan bekam ne kadar bu elbise bu elbise هذه ال elbise او هذا الكلime لاحيقات النصب ونكول hangi kalemi istiyorsun توريد ايو كلمن ايو كلمن bütün arkadaşlarımı seviyorum هنك يوجد توجد kelime bütün الكل arkadaşlarım bütün arkadaşlarım kul استقاء seviyorum احب احب kul استقاء bütün arkadaşlarım في حالة مفعول به اذا نضيف لآخريه لاحيقات نصب yani ا bütün arkadaşlarımı seviyorum örnek misal yarın araba alıyor musun هل ستشتري سيارة هل غدا ستشتري سيارة araba مفعول به ولكن ليس محدد اذا لا علاقة بهذا الموضوع yarın o arabayı alıyor musun هل ستشتري او هل غدا ستشتري هذه السيارة او او arabا مفعول به و محدد في الدعس التحدث مع السلامة مركز مارس منصة تفاعلية حية تتيح لكم ممارسة اللغة التركية مع الناطقين الاصليين بها